من القاهرة ينضم إلينا محمد الأصمر مدير مركز الأمة الليبية للدراسات الاستراتيجية سيد محمد ما هي أهم القضايا التي يتم السعي لحل دها في الاجتماع الذي يعقد في مصر على مدار هذه الأيام أهلا وسهلا مرحبا حياكم الله هذه الوفود الاجتماعية في أولوياتها أن تعمل أولا على توضيح العديد من الأمور قد لا تصل إلى آراء عملية أو تنفيذية ولكن المطلوب هنا هو إحاطة القاهرة بالعديد من النقاط لأن القاهرة الحقيقة بالنسبة لقضية الليبية هي منبر سياسي ودبلوماسي فاعل القاهرة تحضر الملف الليبي معها من مصادره الاجتماعية وحواظنه الجماهيرية إلى كل المنابر والمحافل الدولية باقتدار لماذا هذا الوفد من الجنوب هو رسالة لإعادة الحياة السياسية في كافة مناطق ليبيا ورسالة مكملة لزيارة الوفد الاجتماعي الذي التقى بالرئيس عفتاح السيسي في القاهرة في يولو الماضي وكانت هناك أصوات تقول أن هذه القبائل لا تمثل كل أطياف المجتمع الليبي بينما تمثل أطياف منطقة الشرقية المتاخمة للحدود المصرية جاء وفد الجنوب الذي يضم العديد من القبائل لقدادفا، لمقارحة، ولاد سليمان، زوية، تابو، طوارق، شرفة العديد من المكونات في الجنوب الليبي تمتد حتى إلى وسط ليبيا هم يعبرون صراحة عن انطعاضهم من العملية السياسية للتقود والأم المتحدة بإبعاد طيف كبير منهم وكبير جدا وأن يحل محلهم جزء صغير لا يشكل شيء في الواقع السياسي الليبي وهم يقررون مصير الليبيين نيابة عنهم وبإقصاء هذه المجموعة الكبيرة ثانيا لما وجد هؤلاء من أن التحركات المصرية التي على الصعيد الأمني العسكري كل النتائج التي كانت في جينيف ثم اغدامس ثم صرت بدأت في اجتماع الغردقة في 28 سبتمبر وأن لمسات حقيقية كانت بعد إعلان القاهرة في 6 يونيو ولقاع بفتاح السيسي بالمكونات الاجتماعية ذات الأصول المشتركة في ليبيا ومصر في خطاب العشرون من يونيو وابع الخطوط الحمراء التي أسهمت فعلا بواقع عسكري أمني ملموس وكذلك في المسار الاجتماعي بعد لقاء يوليو بالفعاليات الشعبية القبلية من ليبيا أدى إلى وصول وفد من الوفاق في شهر سبتمبر يضم فعاليات اجتماعية وبرلمانية وأيضا عسكرية وأمنية وكذلك الحال اللجنة التي التأمت في الصياق المسار الدستوري في أكتوبر الماضي كل هذه المعطيات جعلت من أعضاء في المجلس المشائخ ورؤساء القبائل الليبية والأعيان يتوجهون إلى القاهرة الحقيقة لأن هناك أزمات خانقة تتوافق بما يجري في الحوار السياسي من إقصاء واستبعاد وإقصاء واستبعاد أيضا في محاصصة توزيع الموارد بشكل عادل خاصة في منطقة الجنوب سيد محمد هل المشكلة في توزيع المخصصات أم في توزيع المناصب خلال المرحلة القادمة؟ الحقيقة كل يتوافق مع بعضه الحوار السياسي لم يلتأم بهذا الشكل إلا بعد اتفاق السادس عشر من سبتمبر بخصوص فتح الحقول الأولواني النفطية وقبائل الجنوب كانت مساهمة في حراك الإقفال ثم فوض قوات المسلحة بالفتح كان يشترط ذلك توزيعا عادا لكل المناطق حتى تنطرق العملية السياسية بمشاركة فاعلة متوازية مع عدالة الإنفاق لم يتحقق هذا أو ذاك إلى حد الآن وهناك تقريرا منتظرا في الحادي والثلاثون من شهر ديسمبر الجاري حول هذه الأليات وبالتالي هؤلاء جميعا بما يجسدونه من تمثيل حقيقي واجتماعي طبيعي لأهلهم ودويهم المنتشرين على مساحات كبيرة من الجغرافيا الليبية هم فعلا يريدون أن يقدموا للعالم عبر السياسة والدبلوماسية المصرية والرئاسة المصرية ما يعانونه بالفعل من الإقصاء السياسي وكذلك الإجحاف في إحجام وصول المقدرات إليهم بما يتوفر من موارد لدى المصرف المركزي المتمركز في الغرب إلى أي مدى ستبقى المعضلة وهي ما بين أعضاء البرلمان للاتفاق على صورة موحدة أو طريقة للحل الحقيقة هو المشهد واحد الآن التفرق ما بين أعضاء البرلمان الذين كانوا منشقين ويفترض بعد بيان الثامن والعشرون من نوفمبر أن يكون هناك مسار يلتزمون فيه بالإعلان الدستوري الذي يلزمهم بعدة واجبات تراتوبية مؤجلة وفي الجانب الآخر أيضا لا يوجد ما يجمعها ولا حتى على مستوى المشروع الدولي إذ أن البعتة الأممية نفسها لم تعد تسيطر على المشهد لكي تعطي أنمودجا ستيفن الآن تتحدث عن آليات الانتخابات التشريعية البرلمانية في ديسمبر 2021 بينما المضلة الحاضنة من حكومة الانتقالية يناطب بها رعاية وتنظيم والتنسيق والتهية لهذه الانتخابات لم يتم التوصل حتى لآليات اختيار وترشيح دوي المناصب العليا وبالتالي الآن الفرقاء في البرلمان ليسوا وحدهم من يسبب خللا بينما كان يفترض بهم أن يكونوا قبة جامعة لكل الليبيين ويتجاوزون عن كل ما كان بينهم من خلافات والأصل في البرلمان الخلاف لأنه يمثل كافة أطياف الشعب الليبي وبالتالي فإن المشهد برمته إلى الآن إلى الترتيبات الجارية تحضيرها عبر البعتة الأممية ليس لديه خارطة حقيقية والنظار تتوجه إلى أن يتخذ مجلس النواب الليبي خطوة وطنية حقيقية بتجاوز العبت الأممي بإدارة البلاد بحكومة وحدة وطنية تسير الأعمال وتصرفها بوقت محدد إلى حين إعلان الانتخابات التشريعية والتنفذية خلاف ذلك لا يوجد أمل لدى الليبيين في أي من الحركات الجارية الآن إلى أي مدى تمديد البرلمان التركي بقاء القوات التركية في ليبيا لثمانية عشر شهرا إضافيا يعقد المشهد الليبي الحقيقة هذا التمديد هو يؤخذ من صورة أخرى هو اعتراف ضني بوجود قوات لم يتم إلى حد الآن وكان ذلك يجب أن يكون إحاطة المجتمع الدولي بذلك هذه القوات التي تم التمديد لها ما هيتها؟ ما صفتها؟ من آميرها؟ ما عتادها؟ ما آلياتها؟ أين تمركزاتها؟ والمهام التي تنفذها في ليبيا وليبيا التي تخضع تحت حضر لتوريد الأسلحة وكذلك بقرارات معقدة جدا ومربكة حتى للمشهد الليبي نفسه وبالتالي الأتراك اختيارهم للزمن ثمانية عشر شهرا وهو الموعد القاصي الذي حددت لبعثة الاممية لإخراج ليبيا من هذه الأزمة واشترطت قبلها مدة تسعون يوما احتسابا من شهر اكتوبر الماضي لخروج القوة الأجنبية المسلحة وبالتالي هذه الرسالة بين الأتراك يضربون بعرض الحائط كل ما تم التوصل إليه في اتفاقات جينيف واللجان العسكرية الأمنية ومسارات الحوار الحالي وتطرح تركيا نفسها قوة عسكرية متواجدة في غرب ليبيا وسستخدم ذلك كورقة ضغط ومراهنة أيضا للحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها التي اكتسبتها عنوة باتفاقيات غير شرعية وهناك أيضا مشروع قرار يلزم ما يسمى بحكومة الوفاق أن تصدر تشريعا بعدم الغاء الاتفاقات المبرمة مع تركيا على جميع الأصعد فيما يتعلق بالأمنية العسكرية أو الاقتصادية وبالتالي هذه الرسالة واضحة بالهيمنة التركية واستخدامها للوضع القائم كورقة ضغط شكرا يا سيد محمد الأصمر مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية كنت معنا من القاهرة